الكرام إلى الموعد الثقافي وبداياته ستكون حزينة حيث انتقل إلى رحمة الله المجاهد والإعلامي عبدالقادر نور وكان المجاهد أول رئيسي تحرير للإذاعة والتلفزيون الجزائري بعد الاستقلال كما شغل منصب مدير القناة الإذاعية الأولى والثانية بدأ في النضال الثوري مع جبهة التحرير الوطني وهو طالب التحق بكلية العلوم بجامعة القاهرة ونال شهادة الليسانس في العلوم العربية والإسلامية وهو من أبرز مؤسسي أول رابط للطلاب الجزائريين بالقاهرة سنة 1956 إثر هذا المصابي الجلال تتقدم مائلة مجمع النهار على أسهم السيدة المديرة العامة زميلة نيس رحماني بخالص تعازي لعائلة الفقيد